موسيقى وصلتم موقاتا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حوار الساعة أنهى المؤتمر القوي العربي دورته السادسة والعشرين في بيروت بانتخاب أمين عام جديد هو الدكتور زياد الحافظ ويعد الأمين العام الجديد للمؤتمر القوم العربي من القيادات القومية العربية النصرية مرحبا بك دكتور عنا فيك جاء نأخذ هذا الحدث عشية ذكرى هزيمة عام 67 وفي ظروف صعبة يعيشها العالمان العربي والإسلامي أين منها ضياع فلسطين وللإشارة إلى بعض هذه الظروف التي نعيشها أختبس بعضا مما قاله الناشط السعودي الدكتور يوسف مكي نائب الأمين العام للمؤتمر القوم العربي في المؤتمر إذ يقول إن الأمة تعيش ظروفا خطيرة لم تشهد لها مثيلا في تاريخها المعاصر حيث الهدف هو تفكيك الكيانات الوطنية واستبدالها بكانتونات طوائف والأقليات وتسعير النزاعات القبلية بما يتسق مع الأهداف الأمبريالية والصهيونية وبينما بدأ مشروع تفكيك أقطار الأمة وبدأ تنفيذ مشروع التفكيك باحتلال العراق نرى تراجع الالتزام بالقضية الفلسطينية قضية العرب المركزية يقول الدكتور مكي الدكتور السعودي بداية دكتور زياد أهلا بك مجددا أسألك هل نحن فعلا في عصر تفكيك أوصال الأمة العربية وتقسيم المقسم أم أن هناك أملا لا يزال معقودا على قدرة أمتنا على مقاومة القوى الظلامية وإعادة البوصلة إلى العدو الحقيقي للعرب والمسلمين أنا أعتقد هذه من المهام الأساسية للمؤتمر القاومي العربي الذي أسس منذ 26 سنة وهذا هو الهدف أنه دائما تصحيح البوصلة أولا وأخيرا القضية هي قضية فلسطين ربما قد تراجعت قضية فلسطين في النظام الرسمي العربي من احتماماته من أولوياته هذا صحيح لا ننكر ولكن على صعيد نحن كمؤتمر قومي عربي كان وما زال وسيستمر القضية الفلسطينية القضية الأولى لهذه الأمة لأن قضية فلسطين من دم مزياء زجاز الكلام هي التي توحد الأمة على الأقل على صعيد الشعوب هل لا تزال هذه القضية؟ نعم نوحد الأمة في هذا الظرف الذي يتعيشه من انقسام وتشاذم؟ نعم إذا تريد أن تحاكي الحكومات أو الدول أو النظام الرسمي قد يكون الإجابة على ذلك بشكل مختلف ولكن على صعيد الشعوب والجماهير وبمقدار ما نحن نعتبر أنفسنا يعني على تواصل مع هذه الجماهير وندرك نبض الجماهير العربية أستطيع أن أقول لك بكل ثقة ومديناء أن نعم القضية الفلسطينية ما زالت في الوجدان العربي وهي تحت القضية خاصة في أقطار أو في أطراف هذه الأمة التي لا يتذكرون مثلا في المغرب العربي مؤخرا يعني منذ بطعة أسابيع استطاع هذا الجميع و في جبهة هناك لمقاومة التطبيع الصهيوني يقولها أحد قدادها الأخ خالد السوفياني اليوم الذي أصبح المناسق العام بمؤتمر القوم الإسلامي استطاع أن يمنع هذا الحراك أن يمنع مجيء شمعون بيريس إلى المغرب وهذا انتصارا كبير في هذه الظروف أضف إلى ذلك هناك تقريبا يعني إجماع على فرض قانون في المغرب لمنع التطبيع إذن هذا دليل سيكون هذا إنجازا على كل حال هذا دليل أنه ما زالت القضية الفلسطينية هي المحرك الأساسي لهذه الجماهير العربية سنعود إلى موضوع فلسطين فلسطين تبقى في القلب مهما تكون الظروف ولكن أسألك بداية عن موضوع المؤتمر القوم العربي الذي نعقد على مبدو وسط ظروف صعبة تعيشها الأمة العربية والإسلامية كما ذكرنا في مستالة الحلقة لكنها ظروف قاسية مؤلمة صور تتنقلها وسائل الإعلام مجازر تحدث هنا وهناك انقسامات وهذه الانقسامات انعكست على ما يبدو أيضا على وضع أو واقع المؤتمر القوم العربي يعني هناك لحظنا نوعا من السجال حول إمكانية القدوم إلى بيروت تحديدا حيث بيروت التي استضافت المؤتمر على مدى يومين وكان يعني ثم تحديث أيضا ربما أنه عدد آخر رفض القدوم لأسباب قيل إنها أمنية نعم الذين لم يستطيعون يأتوا كانت لأسباب أمنية مثلا الأخوان من اليمن ما استطعوا أن يأتوا أخوان من الجزيرة العربية أتوا بشكل ملفت وخاصة العنصر الشاب وهذا من الميزات أو الإيجابيات التي سجلناها في هذه الدورة التنامي العنصر الشاب في المؤتمر القوم العربي كنا نتهم أنه عداء المؤتمر القوم هم أصحاب الشعر الأبيض أو الكروش لا هذا غير صحيح ولكن من الواضح أن ما يحدث في هذه الأمة العربية موجود ونحن هذه المؤتمر نعكس الواقع العربي لسنا خارج هذا الواقع العربي ولكن في فرح في كل انقساماته في كل شزاماته لا الذي يأتي إلى المؤتمر القومي العربي يأتي في إطار توحيد أو الخروش بموقف موحد يعني الهدف أو الدافع للمجيء إلى المؤتمر القومي العربي أو إلى دورات المؤتمر القومي العربي هو للخروج بموقف موحد ولكن هذا لا يعني أنه ليست هناك من تباين بالرؤى هذا صحيح يعني الطيار المؤتمر القومي العربي فيه أربع طيارات رئيسية في الطيار ما يسمى القومي العربي التقليدي السلالات ناصري وبعسي أو حركة قومي العربي وعدين فيه طيار الإسلام السياسي موجود بشكل وازن فيه طيار اليساري وفيه طيار ما يسمى بالليبرالية الوطنية داخل كل طيار فيه أراء متبينة يعني داخل الطيار القومي العربي بين ناصريين فيه أراء متبينة بين الناصريين بين البعسيين فيه أراء متبينة بين الناصريين كذلك عند الإسلاميين الطيار الإسلامي. يعني إذن ليست هذه الطيارات شيء جامد. متجانسة. لا. شيء جامد في تحرك. وسؤالي الآن عطفا على ما تقول دكتور زياد. أنه هل نجح المؤتمر على الأقل في التقريب بين وجهات النظر هذا؟ هو منذ ما تأسف هذا المؤتمر ضمن مهامه الأساسية تقريب وجهات النظر على أساس التركيز على المشتراكات. نحن نعترف أن هناك تباينات بين هذه الأربع طيارات. كمان أيضا داخل كل طيار هناك تباينات. ولكن هناك قواصم مشتركة التي نعتبرها أساسية. وهي سبب وجودنا. وهي أساس وجود هذه الأمة. مثلا ليس هناك من تباين أو خلاف على خيار المقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني في المنطقة. ليس هناك من تباين في موضوع المقاومة ضد الاحتلال الخارجي إلى هذه المنطقة. ليس هناك من تباين من ضرورة حل كافة الأزمات عبر الحل السياسي. هذه ثوابت. أيضا هناك التركيز على ضرورة إحياء الخطاب القوم العربي ليصبح أكثر فعالية. ومثل هذا القطاب هو المشروع النهضة والعربي. كيف السبيل والإعلام اليوم يروج. الإعلام السائد والمؤثر يروج ربما لخطاب أكثر تطرفاني. ويدفع ربما أو يقترب أكثر ربما من المواقف المتشنجة لبعض الجماعات المسلحة. نحن نلتصدين أن نقول أن نؤثر على الإعلام. الإعلام له من يوجهه. لكنه يؤثر. يؤثر بطبيعة الحال. وربما أنا أعتقد أن الإعلام أصبح من السلاح التفتيت الشامل. للأسف. الإعلام في مجمع المنطقة العربية. ولذلك نحن نأتي نغرد إذا جاز الكلام كارج الطيار أو نصبح حد ضد الطيار. نحن نريد التركيز على الإيجابيات والمشتركات. نحن لا نريد دون أن نتجاهل التباينات. هذه النقطة التوازن بين المشترك وبين التباينات. نحن نحرص على الحفاظ عليها. لا نريد أن نلغي التباينات. لأن التباينات تبنينا وتعطينا حيوية. لكن اسمح لي دكتور عذر المقاطع. عندما تتحدث عن تباينات نلحظ أنها ازدادت. طبعا هذه ظاهرة صحية أن تكون هناك تباينات واختلاف في الرؤى أن تجتمع. ولكن الوضع العربي الراهن خصوصا ما عرف بالربيع العربي أو ما أطلق عليه تسمية الربيع العربي. زاد من حدة الانقسام السياسي. وبعضهم وقف متفرجا على ما يجري. البعض الآخر ربما لم يرى ما يجري في ليبيا. أو غض النظر أو طرف عما يجري في ليبيا. مثلا من تدقل حفظ أطلسي. مع أن هناك شخصيات ووجوه معروفة على الصعيدين العربي والقومي. أنا أجيب عليك بالطريقة التالية. منذ تأسس هذا المؤتمر. منذ 25 سنة. ونحن بالدورة الـ 26. كل سنة في أزمة مصرية تواجه هذه الأمة. طب يعني لما صار في الحرب الخليج الأولى. ألم تكون هناك انقلصامات داخل هذه الأمة مع من يؤيد ومن لا يؤيد. في الـ 2003 ألم تكن هناك انقلصامات حادة من أراد التغيير عبر الاستعانة بالموقع لكن الأمة لم تكن تواجه هذه المخاطر المحدقة. هذه المخاطر هي نتيجة في رأينا في الموقف. هذا تحليلنا. التساهل أو الاستسهال في الاستعانة بال خارج أو القوى الخارجية لتحقيق مآرب سياسية داخلها. غروب ما تكون محقة. ولكن عندما يتدخل الخارج وخاصة للغربي وخاصة للولايات المتحدة ومعها طبعا. الغيان الصهيوني ندفع الثمن. يعني الذي لم يرى أي مشكلة في التبرير لإحتلال العراق والذي لم يرى فيما بعد التبرير. أي مشكلة في التبرير لتدخل الناتو فيه. يحصد اليوم نتائج هذا التساهل. نحن منذ البداية كنا ننبه على هذه المحاذير. طبعا نحن لسنا في السلطة. نحن لسنا لا نمنق وسائل الإعلام. نحن محاصرون من قبل وسائل الإعلام. حتى أصبحت لحد كبير. إذا أردت أن تطل إعلاميا. أنت محاصر. أنت محاصر. خاصة إذا أردت أن تبرز هويتك القومية العربية. أصبحت القومية العربية أو الطيار العروبي نوع من الشتيمة. من يوم المقرمات أن تتكلم بقضية دولة الوحيدة. لعل ذلك يأخذ أيضا أنه كما ذكرت قبل قليل عن أنه يوصفون أصحاب المواقف القومية والعروبية. بأنه أصحاب الكروش أو ربما شعب أبيع. هذه تهمة من لها. تهمة. ربما لذلك الآن أنه عدم نجاحهم ربما في فرض رؤيتهم أو في طرح أنفسهم كقوة بديلة قادرة على ربما ليس أحداث التغيير أو على الأقل الحد من الانقسامات. ولكن أود أن أسألك عن نقطة قبل أن ننتقل ربما إليها في الفاصل الثاني هذه النقطة. هناك نقطة أثرت حضرتك. وقلت أنه طبعا هناك في تباينات. وهذه التباينات تعتبر ظاهرة صحية موجودة منذ قيام المؤتمر. ولكن المؤتمر خرجة بسلسلة مواقف تدفع كلها إلى التأكيد على أنه أو إلى الاعتبار أنه الوضع ربما يصبح ورديا. أنه من خلال القبول أو الدعوة إلى معالجة وتوافق على معالجة كل المشاكل بالحوار. كيف يمكن لكم أن ترعبوا أنتم في المؤتمر أنه نجحتم في تبديل هذه المواقف المتشككة ربما. هناك من يقف مع عاصفة الحزم مثلا ضد في اليمن. هناك من يقف مع اليمن ضد الغارات السعودية وما يجري من مواقف ومن غارات وقصف. كيف نجحتم في تجاوز كل هذه الانقسامات والخروج بموقف يدعو إلى الحوار؟ في بعض الأحيان نجحنا. البيان نحن نتكلم عن البيان. نسونا نطلع البيان. البيان نبدو أنه تقول أنه توفقنا وتوصلنا إلى توافق على حل بالحوار. هذا ثوابت هذا المؤتمر أنه أي أزمة لا نقبل أن تقل على الطريقة الأمنية أو الطريقة العسكرية. كل الساحات الملتهبة لابد نبهنا منذ بداية أو حتى قبل أن تندلع نبهنا وتنبأنا إلى ربما الفجار. لأننا نحن على تواصل مع نبض هذا الشعب. ونعي الاحتقان ونعي أيضا الاستقطاب. وكنا ندبه لكل ما يهم الأمر. وفي حواراتنا مع ممثلي الدول التي هي صاحبة القرار. كنا ننبه نحن لسنا حزباً لسنا تنظيماً سياسياً. نحن منبر نعبر عن مزاج هذه الأمة وكل قدوا فيها. منا مهامه عندما يكون يتحرك في مجتمعه في محيطه أن ينقل ويروج لهذه المبادل لذلك. يعني لسنا في إطار أن نكون. أن تفرضوا أنفسكم بديلاً يعني؟ نحن لم يكن ذلك في يوم الأيام أن نحن البديل عن أي ترى. نحن نريد أن نمثل وجدان هذه الأمة وعقل هذه الأمة. وننقلها لمن يهم الأمر. وهذا هي قيمة وفعالية لسجل الكلام هذا المؤتمر. مثلاً يعني كل الأزمات. إذا أخذنا الأزمة في سوريا أو الأزمة في اليمن. لو تسمح لي بالتوقف فقط مع فاصل قصير نستكمل بعده الحديث. ربما عما يجري أيضاً في سوريا والعراق وأيضاً في اليمن وفي ليبيا وغيرها من الدول العربية. مشاهدين الكرام فاصل قصير. ونعود وإياكم لاستكمال حوارنا مع الدكتور زياد الحفظ. فابقوا معنا. أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام. ورحب بكم وضيفي يا دكتور زياد الحفظ. كنا نتحدث طبعاً عن واقع الأمة العربية والإسلامية. ولكن أود أن أسألك الآن عن واقع المؤتمر القومي العربي. هناك من يقول أن هذا المؤتمر يضم أو تحول إلى منتدى يضم مثقفين عناصر من النقبة المثقفة العربية. وبالتالي أنه يلتقون من حين لآخر للتباحث حول قضايا جوهرية مهمة. لكن قدرتهم على التأثير ضئيلة وضئيلة للغاية. إذا كان ذلك صحيحاً لماذا ذلك الهجوم المركز من اليمين ولا إلى اليسار على هذا المؤتمر؟ يتهم هذا المؤتمر أنه اقتطف من جهة إقليمية ما. من جهة أخرى يتهم هذا المؤتمر أنه اقتطف من قوى أخرى معادة للقوى الأولى. طيب هذا يدل أنه هذا المؤتمر له فعالية وإلا لماذا اتهام الطرف الآخر بمحاولة اقتطاف هذا المؤتمر؟ هذا أول سؤال. إذن ليس منتدى فقط للمثقفين أو للنقاب. بالعكس لأنه يمثل قوى قوة معنوية أخلاقية سياسية متكاملة تعكس مزاج هذه الأمة. هذا المؤتمر هو أيضا ميزان. وطبعا القوى المتصارحة على الساحة العربية لا تريد ميزان. تريد أن أنتم معنا أو أنتم ضدنا عقلية الفرز نحن ضدها. نحن عقلية توحيد. المشكلة الأساسية التي تواجه هذه الأمة هي التجزئة. هل نساهم في المزيد من التجزئة؟ أنتم ضد التجزئة. وتتحدث دكتور عن فرز وهذا أمر واقع لا يمكن تجاوزه. هل يمكن لكم أنتم في هذه الأحزاب كقوى سياسية؟ نحن نوسل. ضمن القوى الممثل ضمن المؤتمر والشخصيات والناشطين. هل يمكن لكم أن تستنهضوا الشارع العربي الآن لمواجهة هذه المخاطر؟ هي كثيرة. لعراق سوريا كما ذكرت كما ذكرنا ليبيا. وتحدثنا أيضا عن اليمن. هناك شيء ما يرسم للمنطقة. هذا المؤتمر أمكانياته المادية تحت الصفر. أعضاء المؤتمر يتحملون مشقة المجيء إلى المؤتمر. سواء عقدة في لبنان أو في غير لبنان على نفقتهم الخاصة. وذلك منذ قنصة ليس هناك من جهة تستطيع أن تقول أنها تمول هذا المؤتمر. المؤتمر يتمول من قيمة تبرعات. يعني مبادرات ذاتية. مبادرات ذاتية. يعني ذاتية بالشد. كما يقولون. لو تعرف إذا حضرت المؤتمر ونظرت إلى ميزانية هذا المؤتمر. تقول هذا المؤتمر يتحرك بهذه الميزانية الهزيلة. نعم. هذا يدل أن هناك التزام. وهذا الالتزام عمره 26 سنة. والنظام العربي الرسمي يريد أن يخطف هذا المؤتمر إلى جهته. واستطاع هذا المؤتمر أن يحافظ استقلالته. وربما هناك التوافق للقوة المتصارعة للقضاء على هذه الاستقلالية. طالما نحن في هذا المؤتمر سنقع ناضل للحفاظ على هذه الاستقلالية. وهذا ربما ما لا تريده القوة المتصارعة. هذا فيما يتعلق بالمؤتمر القومي العربي. من خلال متباتك أيضا كشخصية تنشط في الحقل العام وعربيا. الأحزاب السياسية العربية وخاصة من الأحزاب القومية التي نشطت على مدى الأوقود الماضية. تبدو اليوم وكانها بعيدة جدا فعلا عن هموم الشارع. بالعكس. بالنهاية وهناك من يقول أن هذه الأحزاب تحولت إلى أحزاب نخبوية. غير قادر على التأثير. لماذا وصل الأمر إلى هذا المنح؟ هل هناك من مؤامرة ونحن العربين نحب نظرية المؤامرة؟ لأنه بتعفيق من مسؤوليتك الخاصة. في تسبب هذا. لأنا وجد نظري أنه ما يحصل على الصحة العربية. صحيح نتيجة التدخلات الخارجية والآخرية. ولكن إلى حد كبير ونعلك قوى ذاتية. هي تساهم في تسهيل التدخل الخارجي. لدينا استسهال منذ البداية. المؤتمر الأول القوم العربي عقد في باريس خلال الحرب العالمية الأولى. على أساس أنه الاستعانة بالخوة الخارجية ضد السلطنة العثمانية. فكان خراب هذه الأمة بتفتيتها ومعاند سايكس بيكو. بعد 75 سنة. استعانة مجددا. بالغربي نتخلص من نظام نعتبره مستباد. أيضا بعد عشر سنين. رجعنا عملنا نفس الشيء في موضوع ليبيا. في استسهال بالإستسهالات. وبعدين يقولوا ليش في هذه الأمة. يعني المشكلة لدينا وليس لدى الغرب. الغرب عنده ما صالحه وعنده ما طامحه. ولكن نحن نقدم له خدمات مجانية في هذا الموضوع. إذن علينا أن نعالج هذه القضية. ولكن فيما يتعلق بسؤالك. نحن لسنا أحزاب. نحن أفراد. يعني ما بيجي حزب البعث على المؤتمر. بيجي نعشق. هو بحزب البعث بس باسمه الشخصي. يعني ليس. في بعض الأحيان يريد أن يأخذ المؤتمر إلى نظرية هذا الحزب أو ذاك. نحن لا نقبل بذلك. لذلك استقلالية هذا المؤتمر هو سمة الأساسية. والذي ربما هو الفسقة الوحيدة المتاحة في هذه الأمة للتعبير. وقبور رأي. وبناء ثقافة الرأي والرأي الأخرى. الجلسات ونقاشات مغلقة على الإعلامة. ليس لأول مرة ولا آخر مرة. يعني طبعا ما تنسى أنه نحن بشر. إذا فيه إعلام شفتوني. فيه نوع منرجسية عن اللعب. نحن نريد لأنه خطورة هذه المرحلة. وأردنا أن تكون النقاشات في مستوى المسؤولية وفي العمق. وهذا أعتقد ما حققناه. كنتم تريدون أن يتم التركيز على النقاشات وعلى ما تعانيه الأمة. وليس على... أنه شو الإعلام وشو جدت أنه عجبت كون موقفة وإلى آخره. وليس على الصدر. فيه ثقافة سائدة عند النقاب العربية. أنه الكلام المطلوب. إذا أنت تؤكد أنه بالمؤتمر القوم العربي فيه نقاب. يعني نحن نقاب. ما إلا من النقاب. بس ما إنا أيضا يعني عايشين في صومعاء. بالعكس نحن بعتقد ربما من النقاب الوحيدة. التي هي لتواصل مع الجماهير. يعني عندما نستطيع أن ننبه المسؤولين في مقترف الدول العربية إلى الأعصير القادمة. طب هذا من وين جاي؟ ما ننمو نجمين مقربين. نحن نعرف شو شعور هذا المواطن وأوجعه ونتحسس معه. لها سبب وجدنا أنه هناك محاولات عبثية لحل الأزمات بالعنف. لا تحل. ليست هناك من قوة تستطيع أن تلغي الآخر. هذا ينطبق على كل دول العربية. كل الأزمات في الدول العربية. الأزمات الداخلية نعم. من سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى ليبيا. مثلا في العراق عدم الاحترام مكونات المجتمع العراقي أدى إلى خلل في تكوين السلطة. أدى إلى الاحتقام. أدى إلى آخره. كذلك الأمر في سوريا. كذلك الأمر في اليمن. في كل الساحات عندما تتجاهل الآخر تصل إلى الصدام. وبعدين نستمر. كل واحد يعتبر حاله أنه محق. وكل طرف يعتبر أن لديه القوة لفرض رأيي. نحن في لبنان مرنا بهذه التجربة. كيف السبيل للإستيعاب هذه الكرائح؟ أنا أعتقد الوقائع تفرض نفسها ومن نفس. هناك جمعوه إلى الاحتراف أن الحل العسكري أو الأمني أفقه مسدود. لابد من الحل السياسي. ولكن للأسف هذا يأخذ وقت من كافة المراجع السياسية عند الأطراف المتنازعة لإستيعابها. يعني في اليمن هناك ما اعتبر أنه يستطيع أن يحصم مضعه الداخلي بقوةه. تجاهل وكتشف أن الطرف الذي يصارعه لديه انتداد خارجي وقوة أولية تقف معه. بالمقابل كان فيه استحتار بإمكانية القوة الداخلية أن تقف أمام العجم العسكرية. تبين أن هذا التقدير كان قراطع. لكن الكل في مأزق. إذلك لابد من الجلوس إلى الطاولة. نحن في لبنان ليكن درس الجميع. لبنان القرب الأهلية تقتلنا على 15 سنة. لكن من الواضح أن الكثيرين في العالم العربي لا يريدون الاتعاف مما جرى في لبنان. أنا أقول أكثرية تريد ذلك. ولكن هناك مصالح. أنا أعي أن هناك مصالح تستفيد من الاحتراب. نعم. هناك قوة تقشى على مصالحها فيما لو تم التوافق على حل سياسي. وهذه ستستشرس في المزيد من الاحتقام. ولكن في آخر المطاف ستأخذ السلطة على شيء؟ أرض محروقة. أرض محروقة. هناك انقسام في الشرع العربي. كما في لبنان في مؤسسة. رأي ورأي. رأي الآخر. ولكن هناك انقسام. وانقسام حاد في الرؤى. فأيضا في التعامل مع القضايا. موضوع السوري. الملف العراقي. اليمن. طبعا ليبيا. وهذه قضايا ساخنة وملتهبة. يعني أنتم بالمؤتمر القومي العربي. كيف تنظرون إلى هذا الانقسام؟ ما هي مسببات واضحة؟ ولكن كيف السبيل يتجابز معالجته بشكل عملي فعلا وليس نظريا؟ أنا أعتقد أن ميزة هذا المؤتمر أن أعضاء المؤتمر لهم علاقات وتواصل مع جميع الأطراف المتصارعة. وأعتقد أن ما يمشل هذا المؤتمر من قوة معنوية قد يكون طرفا صالحا للتواصل. قمنا بموادرات في السابق. ونحن نقوم في مبادرة اليوم في موضوع اليمن بعيد عن الأضواء. في بعض الحالات قد نصل إلى نتيجة. وفي بعض الحالات لا نصل إلى نتيجة. ولكن علينا أن نسعى. ولكن الأساس أنه عندما نقوم بموادرة الجميع عنده استعداد ليستمع. قد لا يأخذ برأينا ولكن يستمع إلينا. طالما هو وصل إلى قناعة أنه الاستمرار في الاحتراب هو عمل عباسي. مرات بدك تنطر لتنضج الأمور. وأنا أعتقد أن نحن نقترب من نضجاج الأمور. المنصق العام للمؤتمر القومي الإسلامي. الأستاذ خالد السوفياني كشف النقاب عن مبادرة مصالحة. قال أنه يقوم بها المؤتمر من أجل توافق بين الفرقاء اليمنيين. لكنه رفض الكشف عن مضمونها. هل أنتم على بينا على الأقل بأبرز محاور هذه المبادرة؟ الأخ خالد هو أيضا في المؤتمر القومي العربي. وهو قلال حق التكليم. طبعا على بينا على هذه المؤتمر. طيب شو أبرز ملامحاها يمكن لها. إذا هو لا يريد أن يفصحنا. لا يعني على الأقل جزئية منها. نرى إذا كان هناك من إمكانية ربما لنتحق المصالحة. نحن على تواصل أو هذه المبادرة على تواصل مع جميع الأطراف. وهذا تواصل مستمر يعني يدل أن الأمور قد تصل. يعني ربما الأساس أنه الحوار دون قيد ولا شرط. قال للمتحاورين أنه جددوا جدد. يبدو أن الأمور ستتسير في اليمن. يعني ربما هناك أنباء إيجابية عن مؤتمر. نعتقد قد تكون هذه المبادرة رديفة وليست مديلة عن المبادرة التي يقوم بها الأمم المتحدة. عندما تقول نحن على تواصل يعني أن المبادرة يبدو أن انطلقت قبل المؤتمر. طبعا ننطل المؤتمر للمؤتمر. نحن المؤتمر ليس بيأخذ قرار وبعدين من نام على مدارس. يعني ليس من مدارات موجودة نحاول أن نعالج أو نواجه الأزمات. يعني لا تريد ربما الكشف عن مضمونة. لكن هل كان هناك إصداء إيجابية ربما لهذه المبادرة التي تحدث عنها السيد خالس. بما أنني قلت لك أن مستمرة يعني في إيجابية موسط طريق مستوك. طبعا هذه نقطة من بين النقاط التي كنا نريد أن نتحدث عنها. نريد أيضا أن نسألك حول الإعلام الذي أثرته في جزء الأول. أنه وسائل الإعلام تلعب دورا تفتيتيا كما قلت في النسبة للسحة العربية. بالنهاية هل هذه الوسائل الإعلام تنشط بمبادرة فردية؟ كيف يعني؟ يعني أنه ليس هناك من يوجه أو يدفع. تسألني أنت الأعلام. أنت الأعلام أنت تعرف أكثر مني. أنا أسألك. يعني واضح أن الإعلام العربي ليس خارج عن سياق التجاذبات الموجودة في حفل السحة العربية. الإعلام منه جاي من المريخ ومسقط ويرى الأمور بشكل مجرد. طبعا يعكس وجهات نظر للغم المتسارعة. للأسف الإمكانيات فيه عند فريق أكثر من عند فريق آخر. وبالتالي نرى التحريض والتوتير مستمر. الحراك أو ما يسمى بالربيع العربي أدى إلى إدخال المنطقة العربية في أتون الصراعات والاقتتال والاحتراب. كما تستخدم هذا المصطلح. نعكس ذلك على مواقف البعض من المقاومات أو المقاومة في لبنان في فلسطين. ما هو موقف المؤتمر القومي؟ أنت توقفت عنده أنه هي قضية مركزية. ليس فقط في فلسطين لكن أيضا في لبنان. كيف ينظر المؤتمر القومي العربي إلى هذه المقاومات في وجه الاحتلال؟ وفي وجه كل عدو يريد ربما أن يقدم أو يقدم؟ المقاومة هو الخيار الستراتيجي لهذه الأمة وهذا هو موقف المؤتمر. لا الجدال في المقاومة في تحرير فلسطين لمقاومة أي احتلال على الأرض العربية لمقاومة أيضا شتى أنواع الظلم. المقاومة ليست فقط قضية عسكرية أو سياسية هي المقاومة لمقاومة التخلف، مقاومة الجهل، مقاومة الفقر. كل ذلك ثقافة المقاومة هي جزء أساسي من مشروعنا النهضوي العربي. وبالتالي لم أرى أي اعتراض أو أي موقف سلبي من المقاومة أو المقاومات كما تفعل. سواء في فلسطين، في لبنان أو في العراق أو في أي ساحة عربية تشهد. وربما سنرى مقاومة في سوريا ضد الاحتلال الصهيوني. أعتقد أن هذا من المسلمات ومن الأساسيات في فلسطين. سألتك هذا السؤال لأن هناك سهر حتى الانقسام فرض نفسه على تعامل الآخرين أو نظرتهم لبعض المثقفين والقوى الفاعلة في المجتمعات العربية لبعض الحركات الجهادية أو المقاتلة أو المناظلة في سبيل تحرير أرض أو الدفاع عنها. تحدثون مثلا عن حماس ربما عن جهد الساني. حماس موجودة في المؤتمر الصهوة العربية. حزب الله موجود في حزب الله. المقاومات كلها موجودة في المقاومات. ومزاله سيستمر. ولكن البعض يقول أن حزب الله في دخوله سوريا ربما تغيرت نظرة البعض إلى هذا. لا نحن لا نستطيع أن نقول ما يجب أن نفكر. لكن داخل المؤتمر هناك إجماع على دام المقاومة. قد تبدي ملاحظاتك في بعض القضايا ولكن لا نقبل بأن تمثل مقاومة في لبنان أو في فلسطين أو في أي مقاومة عربية في هذا الموضوع. بالنسبة لحماس مثلا للأزمة اللي مرئينا فيها في السنوات الصابية. حماس مقاوم بالنسبة لإلنا. خلاف السياسي مع هذه الدولة أو تلك الدولة نحن نحاول أن نقرب وجهة النظر. ولكن لا نقبل أن نكون أداة لضرب المقاومة لأنها تخدم هدف سياسي أو موقف سياسي معين. هذا من الثوابت عننا. ليس موضوع بحث. تبقى معي دكتور زياد. مشاهدنا الكرام فاصل ثاني ونعود لنستكمل حوار الساعة. أقوم معنا. رحب بكم مجددا مشاهدين الكرام. إلكتور زياد. كنا نتحدث عن الواقع العربي المؤلم الذي نعيشه. لكن أود أن أسألك. هناك من ينظر إلى دول الجوار للأسف شديد. أو بات البعض ينظر إلى دول الجوار من نظار مذهب بحث. وهذا الأمر بدأ يفرد نفسه أو يتغلغل إلى حد ما ضمن المجتمعات العربية. كيف السبيل التي تجاوز هذه الأزمة خصوصا أن هناك وشائش تجمع دول المنطقة بخلاف ما هو حصل بين دول تلتج إلى دول أخرى بعيدة من أجل تأمين الحماية؟ يعني فيه ثقافة سائدة في العمل السياسي في الوطن العربي أنه قد نستعين بالنظر الخارجي لنصرة مواقف على فريق آخر. طيب هذا مؤسف للأخذ. هذا يظل أننا لسنا واثقين من قوتنا الذاتية في مقاربة أمورنا. لا يجب أن نتعجب إذا القوى الخارجية تحاول أن تفرد وجهة نظرة قدمة لمصالح قد لا تظن متطابقة مع مصالح دول. يعني هذا من بيب المنطق ليس من بيب العلم. ولكن الأزمات أنا كما قلت في بداية هذه الحلقة التي تنراها في السحر العربية قصم الأكبر مننا قصم داخلي. أتاح الفرصة للتدخل الخارجي. طيب إذا أنت بتقدر توصل للحل الداخلي وتخفف من حدته بتخفف أيضا من إمكانية التدخل الخارجي. وهذا ما نسعى إليه. ولكن اسمح لي أيضا. أنا أثرت موضوع أن البعض يحاول أن يلعب على الوتر المذهبي ربما. هذا أمر مؤسف. هذا مؤسف نعم. ولكن نحن لذلك المؤتمر القومي العربي يطرح الحل. أن الحل العروبي هو الحل الذي يستطيع أن يتجاوز الخطاب التحريدي المذهبي. يعني لا بديل في رأينا عن الخطاب العروبي. هل من صدى لهذا الخطاب على الأقل؟ أهم هذه الإشكالية؟ نحن كما نرى نرى الأصداء من كيفة الساحات الملتهبة التسليم. أنه ليس هناك من بديل عن الخطاب العربي والعودة إلى العروبة. يعني نراه يوما بعد يوم. طبعا لم تصل إلى نتيجة أنه كما قلت لك هناك مصالح تستفيد من الاستمرار في التشنر. ولكن هناك من يطرح مفهوما آخر يخالف ما تطرحه حضرتك والمؤتمر القومي. أنه المفهوم العروبي والقومي. أنه الإسلام من رؤية محددة وبالسيف. طب هذا ربما فريق موجود في الساحة العربية. لكنه يفعل ما يفعل. يفعل ما يفعل. ولكن عليك أن تسأل لماذا يفعل وكيف استطيع أن يفعل ذلك. هناك من يستسهل ويقول والله هذا صنع مخابرات خارجية. ربما إلى حد ما كان ذلك صحيحا. ولكن لا يستطيع أي حراك سياسي أن يتطور. إذ لم تكن هناك حد أدنى من بيئة حاضنة. عليك أن تسأل لماذا هذه البيئة الحاضنة سمحت لهذا الموضوع. المشكلة بدأت في العراق. وتسعت. وتسعت. ولم تنتهي إلا في العراق أولا قبل أن تنتهي. هذا ما نقوله دائما لكافة القوى المعنية في العراق وفي خارج العراق. أود أن أسألك الآن بعد كل ما ذكرناه. برأيك ما هي أولويات العمل القومي الآن؟ يعني معالجة الأزمات الساخنة العراق، سوريا، ليبيا، اليمن. أو أن هناك ربما أولويات أخرى؟ أو بالتوازي؟ بالتوازي. يعني ما عندك الطرف تنقي وين تبليش. مجبور. الأزمات عم تنفرض عليك. وبدك توجهها. الشيء تم بيت. ونحاول أن نقوم بدور الإطفاء إذا استطعنا. وهذا ما نحاوله. في بعض الأحيان نجحنا وفي بعض الأحيان لم ننجح. ولكن وجباتنا أن نسعى إلى ذلك. أنا أعتقد، وهذا وجد نظر خاص بي. ليست لا تمثل وجد نظر أي شخص. أن الأمور تسير شأن ما أم أبينه إلى وصول إلى قناعة عن جميع الأطراف. أن الاستمرار في هذا النوع من الحراك الدموي سيؤدي إلى هاكل جميع الأطراف. لن تكون هناك قوة بمنأة عن تداعيات. ولكن البعض لا يهمه ذلك على كل حال. من البعض؟ البعض مثل القوة المؤثرة على الأرض. ربما هناك تنظيمات مثل داعش والنصر. لكن داعش والنصر. ما هي أسباب التي أدت إلى بروزها؟ إذا قلنا قوة خارجية. هذه القوة الخارجية بودوا يصولها ترطوشة. مثل بقوله أسد. لن تكون بمنأة إقليمية عن تداعياتها. البيئات الحاضنة أيضا سيصلها نتائج سمية. بنهاية الدمار سهل حق بالجميع. سهل حق بالجميع. من خلال هذه الخطوات. ربما كما ذكرنا على مبادرة خالد السوفياني في موضوع اليمن. أنت الآن وبعد انتخابك. بعد انتخابك كأمين عام جديد للمؤتفى القوم العربي. هل يمكن لك بما لك من دالة ربما على بعض النخب في هنا وهناك في سوريا في العراق. أن تطلق مبادرة أكبر ربما. على الأقل ليس فقط للحد من مما يجري أو من الدماء التي تسهيل أو وقفها. بس أنه على الأقل تقريب. يعني أستطيع أن أقول لك أن المؤتمر ونحن جزء من هذا المؤتمر في حالة دائمة من درس إمكانيات المبادرات. يعني لم نتوقف في يوم من الأيام عن درس إمكانية إطلاق مبادرة. هل تجاوزتم الإمكانية إلى مرحلة البداية بالبحث؟ يعني بالتواصل مع القوى المؤترة؟ في السنوات السابقة الماضية أطلقنا مبادرات أو خرج من رعا هذا المؤتمر. مبادرات كان لها صدى كبير. مثل مؤتمر دعم المقاوة. مثل مؤتمر من أجل قدس. مثل كسر الحصار. قمنا بمبادرات لكسر الحصار على غزة. في الماضي قمنا بمبادرات لكسر الحصار على العراق. إذن في حالات عديدة مبادرات كانت مثبرة. وفي حالات لم تجد. مثلا في بداية الأزمة في سوريا. قمنا بمبادرة. واتصلنا بإخواننا في المعارضة. في الكوكومة. وغرضنا هذه المبادرة. ولكن كانت هناك مبادرات أخرى. هل ستجددون هذا التحرك مثلا. هلأ الآن بعد أربع سنوات. وحوالي ثلاث أشهر على بدء الحرب على سوريا. يعني. يعني يجب وقف نزيف الدم. هذا أولوي عننا. ونحن دائما في حواراتنا مع جميع الأطراف. من المعارضة وخارج المعارضة. يعني مثلا في الأمس. كانت مشاركات مميزة. للمعارضة في سوريا. المعارضة وطنية في سوريا. ما نقوله اليوم. أنه لابد من الحوار لقاف. طيب. النزيف. يعني إحدى الجمل المؤثرة التي لقصت كل شيء. أصبحت طموحنا. تقول هذه المشاركة. وهي من السيدات. التي تشارك لأول مرة في هذا المؤتمر. وهذا من ضمن حيوية هذا المؤتمر. أنه وجوه جديدة ومواقف جديدة. أنه أصبح طموحنا في سوريا. إذا متنا أن ندفن قطعة واحدة. أمر مؤسف يا دكتور نسمع هذا الكلام. أود أن أسألك لأن الوقت يدهمنا للأسف الشديد. المؤتمر كيف ينظر إلى العلاقة مع إيران. هناك من نظرة من قبل البعض ربما. رغم أن إيران البعض يقولون أن تقدم مساعدات وتسهم في كثير من الأنشطة. وأيضا حتى في رفض ودعم فصائل مقاومة في وجه إسرائيل. أود أن أسألك كيف ينظر المؤتمر إلى العلاقة مع إيران. المؤتمر نظرته منذ البداية حتى هذه الساعة لم تيتغير. تثمين دور إيران في مواجهة الكيان السهيوني على كافة الأصعيدة. ليس فقط على سعيد الفصائل المقاومة لبنانية أو غير لبنانية فلسطينية. ولكن أيضا على سعيد الدولة الوحيدة التي ما زالت تواجه الكيان السهيوني التي هي سوريا. يعني هذا نسم منه. ولكن أيضا المؤتمر في حواراته مع جمهورية الإسلامية. يلفتون نظر أن المشاكل التي تعصف بهذه المنطقة بدأت بالعراق. ونتمنى على الدور الإيراني أن يأخذ مداه في إعادة الأمور إلى نصابة في إعادة التكوين. ننجح في بعض الأحيان وقد لا ننجح في بعض الأحيان. وهذه النقطة دائما حوارات مستمرة في الإيران. سؤالي الأخير. دكتور زياد واتبارك خبيرا في الشؤون الأمريكية. كيف تنظر لحقيقة السياسة الأمريكية أو الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع مواجهة الإرهاب وداعش والملفين السوري والعراقي؟ بإختصار مع أن هذا ملف طويل. لست متأكدا من النظريات السائدة التي نراها في وفاة الإعلام أن الولايات المتحدة لها موقف واحد من تجاهز الأمور. ليس لديها استراتيجية واضحة. هناك صراعات داخل الإدارة وتباينات في وجهات النظر مراكز قوى تؤدي إلى شلال والتناقض والارتباك. نتيجة استمرار النزيف. حلال البعض يقول أن هذا مقاق. مقاق، 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 ولكن يقين الأمر أن الصراعات داخل الإدارة أو التباين مواقف داخل الإدارة يساهم في ترويج هذه الرؤية أن هذا هو قرار استراتيجي أمريكي. ولكن هذا أنا أعي أنه قد لا يلاقي الصعوبة في القبول عند البعض. أسألك سؤال أخير باختصاره شخصي. كيف ذا نظر زياد الحافظ الأمين العام الجديد للمؤتمر القوم العربي إلى ليس واقع الأمة ولكن لمستقبلها؟ أنا بطبيعة الحال من قراءتي للموضوعية لمسار الأمور. التحولات التي تحصل في العالم وفي المنطقة هي تحولات في الإطار الإيجابي رغم المآسي والأوجاع التي نراها. أنا متفائل بمستقبل هذه الأمة. أنا متفاخل بجماهير هذه الأمة التي دائما خيبت آمال نخبها. على أساس أن النخبها كانت دائما دون مستوى نضال هذه الجماهير. الجماهير قائد خالد الزكر جمال عبد النازل كان يقوله دائما الشعب هو المعلم. وأحد مؤسس حزب البعث استاذ ميشيل عفضة كان يقوله الشعب هو الضمانة. الشهيد ياسر عرفات أماما كان يقول الشعب هو الشعب الجمدار. زياد الحافظة راهن على الشعوب العربية. الشعوب لا أراهن على نخبة ولا أراهن على حكوماتها. شكرا أختم بهذه الكلمة. شكرا لك دكتور. في الختام مشاهدين الكرام أشكر لكم حسن المتابعة. أشكر أيضا ضيفي دكتور زياد الحافظة الأمين العام للمؤتمر القومي العربي. أشكر أيضا فريق العمل. دمتم بخير وإلى اللقاء. اشتركوا في القناة